قدس عربية القدس عاصمة فلسطين هذا هو جوهر اللقاء الذي جمع وزير الأوقاف محمد مختار جمع بقيادات الوزارة والأئمة الجدد حيث بعث برسالة للداخل والخارج مفادها أن القدس خط أحمر لا يمكن المساس به وستظل القدس عاصمة لفلسطين وفقا للقوانين والمواثيق الدولية نتابع من أجل القدس والدفاع عنها كعاصمة فلسطينية عربية لقاء بين الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف وعدد من أئمته وقطبائه ليوجهوا أكثر من رسالة للداخل والخارج نفادها أن القدس خط أحمر لا يمكن المساس بها وفقا للقوانين والشرعية الدولية نسمع العالم كله أن الأمة الإسلامية والعربية وأن المسلمين لا يمكن أن يفرطوا في أقصاهم ولا في مقدساتهم فالقدس خط أحمر والأرض فلسطين خط أحمر ونحن لا يمكن أن نتخلى عن مقدساتنا على الإطلاق أردنا أيضا أن نعطي نموذجا للرقي في التعبير عن أضاء فهذا الجمع الذي رأيتم بهذا المستوى الحضاري الهادئ هذا أقوى وأوضح مئة بره من أي انفعال غير محسوب علماء الأوقاف من الأئمة والخطباء يصطفون خلف الدولة ومواقفها الثابتة تجاه القدس والقضية الفلسطينية ليتطابق الموقف الرسمي والشعبي نحو رفض القرار الأمريكي ومواجهته هذه الرسالة بتتكلم عن تاريخ القدس وأن القدس مسلمة والصدار المسلمة بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة ولن يحتلها أحد ورسالة نوجهها إلى أمريكا وإلى السلطة الأمريكية إذا أرادت أن تطفئ الفتنة في العالم الإسلامي والعالم العربي كله أن تسحب الإدارة الأمريكية هذا القرار الجائر هي ليست قضية مسلمين وحدهم أو عرب وحدهم وإنما القدس هي لكل الأديان السماوية جاءت لجميع الأديان فكل إنسان صاحب ضمير حر تكون القدس قضيته في المقام الأول الإصرار على المضي قدما باتجاه قرار رئيس الأمريكي ترامب يولد المزيد من مشاعر القرهية ويعمق الغضب في نفوس المسلمين موجة من الغضب الشديد اجتاحت العالم العربي والإسلامي عقب قرار رئيس الأمريكي بشأن القدس موجة لن تنتهي ولن تهدأ إلا بعدول الرئيس الأمريكي عن قراره وفي الوقت نفسه كشفت عن توحد العالم العربي والإسلامي تجاه القدس محمد عبدالصبور التلفزيون المصري